جمعية كشافة الكفيل، التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، تواصل ممارسة فعاليات برنامج التطوير الشامل بنسخته الثالثة للشباب المشاركين من فئة الجوال بإقامة محاضرات مختصة بمتعلقات الحياة الكشفية، وذلك على قاعات جامعة العميد. نحن في جامعة العميد، أحد محطات برنامج التطوير الشامل الثالث في الأطل السيفية، الذي تقيمه جمعية كشافة الكفيل في العتبة العباسية. محطة اليوم في جامعة العميد هي عبارة عن أربع مجامية وأربع محاضرين فقه وعقائد وتنمية والألعاب الفكرية والكشفية. محاضرة فقهية ألقيت على الأخوة من كشافة الكفيل في المرحلة التطويرية الثالثة، وقد نالت استحسان الأخوة، وقد تناولنا موضوعات أهم تلك الموضوعات التي تطرقنا إليها، الوضوء والصلاة. نشاطات متعددة تضمنت ويرشا نوعية تكاملية ألقيت من قبل أساتذة مختصين في مختلف العلوم والمعارف والفنون والمهارات النظرية منها وتطبيقية في جوانب عامة تخصصية ترفع من مستوى الفئات المشاركة وتسقل مواهبهم وتزيد من حصانتهم الفكرية. أنا العصر الكشف طالب ومشتغ طالب من جمعين تكشافة الكفيل يوم هنا عدنا عدد من المحاضرات الفكرية الهادفة التي تنمع عقول الشباب وتسقل مهاراتهم وتبني جيل واعي لبناء المستقبل. برنامج التطوير الشامل هو أحد البرامج الهادفة التي تقيمها العتبة العباسية المقدسة لبناء جيل واعي ومحصن من الحركات التضليلية الدخيلة التي تستهدف الشباب.